موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام حصاد الأسبوع من قناة يو اي تي في الأوكرانية بالعاصمة كيف أصحبكم فيها أنا محمد زاوي والبداية بأبرز العنوين موسيقى تواصل المعارك في منطقة أفدييفكا رغم اتفاق وقف إطلاق النار ومنظمة الأمن والتعاون تحذر من كارثة إنسانية علم سياسي أمريكي بارز يؤكد أن الطريق الوحيد أمام أوكرانيا وتحقيق التكامل مع الاتحاد الأوروبي وفي الحصاد أيضاً مسلمات وغير مسلمات يحيين فعالية للتعريف بالزي الإسلامي النسائي في العاصمة كيف البداية من شرق البلاد حيث شهد هذا الأسبوع تطوراً خطيراً للأوضاع في منطقة عملية مكافحة الإرهاب بإقليم الدنباس الاحتلال الروسي والانفصاليين الموالون له قاموا بأكبر عملية هجوم خلال الأشهر الأخيرة على مدينة أفدييفكا الصناعية وحاولوا السيطرة على موقع القوات الأوكرانية هناك وخلف الصراع الضائر في هذه المنطقة أكثر من عشرة قتلى في صفوف الجيش الأوكراني والمدنيين فيما تكبد الروس خسائر فاتحة تجاوز عددها العشرين قتيلاً الصراع لا زال متواصلاً رغم اتفاق الهدنة الذي وقع عليه الجانب الروسي في مركز المراقبة والتنسيق حيث شهد يوم أمس مقتل جنديين أوكرانيين وجرح آخر في هجوم جديد للانفصاليين القوات الروسية وسعت دائرة المعارك على طول خط الجبهة واستخدمت صواريخ غراد في الهجوم على غاليتسينوفكا الواقعة على بعد 15 كم من الخط الفاصل قوات عملية مكافحة الإرهاب بالدنباس سجلت خلال يوم أمس 24 هجوماً للعدو على أفدييفكا، لوهانسكي وطرويتسكوي ولا زالت القوات الروسية تستخدم الأسلحة المحرمة كصواريخ غراد والدبابات وقذائف الهون من عيارات مختلفة وكذا قاذفات القنابل العدو زاد من نشاطه خلال اليوم الماضي مرة أخرى وللمرة الأولى منذ 14 إبريل عام 2016 بلغت عدد هجمات العدو المئة العدو أضاف أسلحة جديدة وهو الأمر الذي انعكس في تعزيز الغزاة لإطلاق النار الكثيف الإجراءات العدائية من قوات الاحتلال أدت للمزيد من تدمير الأهداف المدنية وقتل وإصابات في صفوف المدنيين أكثر من يعاني هم أولئك الموجودون في الخطوط الأمامية قرب دانيتسك، أفدييفكا، كراسنا هوريفكا ومارينكا القوات الأوكرانية تواصل بشجاعة الدفاع عن الحدود وترد بإطلاق النار مرة أخرى خلال النهار والليل مدينة أفدييفكا الأوكرانية إذن تتصدر عنوين الأخبار في كل العالم فالمدينة الصغيرة الواقعة في شرق أوكرانيا على مشارف الحياة منذ أيام لماذا أصبحت أفدييفكا مركز اهتمام العالم؟ نتعرف على الإجابة في تقرير الزميلة مارغاريتا ستيتسوك يقرأه الزميل إياد ستيتية تقع مدينة أفدييفكا الأوكرانية على بعد عشرة كيلومترات من مدينة دانيتسك وكان عدد سكانها قبل الصراع المسلح مع روسيا خمسة وثلاثين ألف نسمة فيها ست مدارس وسبع رياض أطفال ويعمل غالبية سكانها في مصنع أفدييفكا لفحم الكوك والكيمويات الذي تصدر منتجاته لعشرات من الدول وأي احتمال لحادث فيه قد يتحول إلى كارثة بيئية لكل أوكراني والدول المجاورة بدأ القتال العنيف بالقرب من أفدييفكا في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول ولم يهدأ القتال حتى الآن كما أن الانفصاليين يتقون النار دائما نحو المدينة من المدافع وصواريخ جراد ووفقا لحسابات المراقبين فقد أطلق الانفصاليون النار أكثر من ألف وخمسمائة مرة خلال عدة أيام ودمر أكثر من عشرين منزلا لمدنيين كما تضررت مدارس ومستشفيات وانقطعت الكهرباء والتدفئة والماء عن المدينة لأكثر من يوم يعيش في أفدييفكا ما بين ثلاثة وعشرين وخمسة وعشرين ألف شخص القتال يزداد عنفا في آخر يومين والناس تعاني إثر توجيه الإرهابيين ضربات مدفعية نحو الأماكن المدنية أمس أصيبت امرأة بجروح كما أصيب شاب بجروح أيضا الكهرباء مقطوعة عن المدينة في هذه اللحظة لا يوجد إمدادات للطاقة الكهربائية لكن التدفئة ما زالت تعمل الإدارة العسكرية المدنية وإدارة المصنع مع أن يقومان بالممكن والمستحيل دعت أوكرانيا مرات عديدة قوات الاحتلال لوقف إطلاق النار لكي تتمكن طواقم الصيانة من إعادة الكهرباء والغاز والتدفئة لكنهم يتجاهلون دائما وكرد يزداد إطلاق النار الرئيس الأوكراني بيترو بارشينكو دعا المجتمع الدولي إلى التأثير على الكريملين وعلى وجه الخصوص أوعز بسرعة رفع قضية الوضع المتدهور في أفديفكا إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة وعقد اجتماع لمجموعة الاتصال الثلاثية أؤكد أن المقاتلين الروس قد صعدوا الأعمال القتالية ولأول مرة منذ أيام عدة تستخدم صواريخ لغراد وإطلاق كثيف للنار من مدافع ثقيلة ضد السكان المدنيين ومناطقنا ولا أجد مبررا للحديث عن رفع العقوبات عن المعتدين بل يجب تقديمهم للعدالة لا تستطيع القوات المسلحة الأوكرانية إخماد نقاط إطلاق النار من العدو وذلك لأن الانفصاليين يلتقون النار من مناطق سكنية في مدينة دانيسك المحتلة ويتضح ذلك من مقاطع الفيديو التي نشرها مواطنون ناشطون على الإنترنت جرت العادة أن يطلق المحتلون النار على أحياء سكنية كاسبرتاك وياسينوفاتيا ودانيتسك من مسافات بعيدة اكتفى المجتمع الدولي بتحديد موقفه عبر البيانات وعلى وجه الخصوص طالبت الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا روسيا بتحمل مسؤولية الوضع في أفديفكا فيما اعتبر الاتحاد الأوروبي إطلاق النار على التجمعات السكنية انتهاكا صارخا لاتفاقية مينسك وتهديدا خطيرا للسكان المدنيين ما زالت أفديفكا منطقة خطرة حتى بعد أن سادت فترة هدوء فيها إذ تتناثر في محيط المدينة القذائف غير المتفجرة والألغام ولذلك يجب أولا أن يتولى خبراء المتفجرات العمل لضمان سلامة طواقم الصيانة والإنقاذ في ذات السياق دعت منظمة الأمم المتحدة إلى وقف فوري للأعمال العدائية في شرق أوكرانيا واستئناف المفاوضات حول اتفاقات مينسك جاء ذلك على رسال نائب الأمين العام لشؤون السياسية جيفري فيلتمان خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي واصف ممثل أوكرانيا الدائم في الأمم المتحدة فولوديمير ييلتشينكو التصرفات الروسية في إقليم الضنباس بأنها جرائم حرب واشدد على أن تدمير البنية التحتية الحيوية وخلق كارثة إنسانية هو جريمة ضد السكان المدنيين أوكرانيا تعتزم في هذا الإطار تقديم روسيا للمساءلة أمام محكمة العدل الدولية نتيجة لهذه الانتهاكات من جانبها أدانت ممثلة الولايات المتحدة بمجلس الأمن كيهايلي العدوان الروسي بالدنباس وأكدت أن العقوبات المفروضة على روسيا مرتبطة باحتلالها شبه جزيرة القرم وستستمر ما دامت روسيا مسيطرة على القرم ممثلون مختلف الدول الأوروبية دعوا خلال هذا الأسبوع أيضا روسيا لوقف تسليح الانفصاليين والوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بتطبيق اتفاقية مينسك روسيا وأتباعها في إقليم الدنباس لا زالوا يقودون عملية السلام من خلال الاستخدام العشوائي للقوة العسكرية وذلك من أجل تحقيق أهداف سياسية خاصة بهم يجب أن لا تكون هناك أهام حول الدور السياسي لروسيا في تنفيذ اتفاقيات مينسك التقدم الذي حققته مجموعة الاتصال الثلاثية على طول خط التماس دمرته عمليات الاعتداء من قبل الإرهابيين بقيادة روسيا الطرفاني يجب أن يمتنعا عن أي عمل استفزازي يؤدي إلى تصعيد التوتر القتال في الدنباس يزيد الوضع صعوبة والحل العسكري للصراع مستحيل المجتمع الدولي يجب أن يواصل المشاركة الفعالة والبناءة وإذا أردنا تجنب وقوع الكارثة فهناك حاجة ملحة لتكثيف عملية التفاوض نبقى في إقليم الدنباس حيث سجل مراقب منظمة الأمن والتعاون الأوروبي خلال هذا الأسبوع أكثر من 11 ألف انتهاك لوقف إطلاق النار في الدنباس وقال النائب الأول لرئيس بعثة المراقبة الخاصة الإكساندر هوغ إن هناك تهديد محتمل بوقوع كارثة إنسانية وبيئية في منطقة أفدييفكا وفقا له فإن سكان المدينة بقوا بدون الكهرباء والتدفئة والمياه بسبب الهجوم الذي تعرضت له محاطة التوليد بيسينوفاطي وحضر هوغم أن الوضع قد يزداد سوءا إذا وقعت أي قذيفة على خزانة المياه هناك خطر حدوث كارثة إنسانية وبيئية محتملة والقتال الدائر في المنطقة الصناعية بأفدييفكا يهدد البنية التحتية والمياه الغاز والكهرباء لقد رأينا بالفعل أن الناس في أفدييفكا بقوا دون كهرباء وماء وتدفئة بسبب العطل في محطة التصفية في يسينوفاطوي أمام أوكرانيا طريق واحد في المستقبل وهو التكامل مع أوروبا هذا رأي العالم السياسي الأمريكي المعروف ومؤلف كتاب نهاية التاريخ وصدام الحضرات فرانسيس فوكوياما الذي وصل إلى أوكرانيا في زيارة يسعى فيها إلى تبادل المعلومات مع نضرائه الأوكرانيين واعتبر فرانسيس فوكوياما أن العائق الكبير للتنمية الاقتصادية في أوكرانيا هو الفساد كما أعرب عن إدانته للعدوان الروسي وفقا لفوكوياما فإن الحرب في جورجيا في العام 2008 كانت عملية تحضرية قبل ضم الكريملين لشبه جزيرة القرم والدمباس التدخل القادم للوسيا في المستقبل قد تكون أوروبا بحسب فرانسيس فوكوياما الحرب الهجينة بدأت في العام 2008 مع الحرب على جورجيا وأريد أن أقول بأنها كانت تحضيرا لما سيحدث في المستقبل الآلية هي أن المعتدي من خلال أعماله دعم المنوئين ولو كان ينفي ذلك قولا الآلية هي أن المعتدي من خلال أعماله دعم المنوئين ولو كان ينفي ذلك بالقول وهكذا بدأت الحرب الإعلامية من خلال نزع سلاح العدو وتقويد ثقته بنفسه وجعل الناس تفقد الثقة بالأنظمة وقد جرى كل هذا في جورجيا قبل فترة طويلة من الأحداث في أوكرانيا وهي لن تكون المرة الأخيرة أعتقد أن الأمر سيتكرر قريبا في أوروبا الغربية ألمانيا وفرنسا فهناك ستجري انتخابات مهمة من الناحية الاستراتيجية في موضوع آخر انطلق في أوكرانيا خلال هذا الأسبوع مشروع يهدف إلى حماية المعلومات الشخصية ومكافحة التمييز المشروع الذي يحمل الشعار حقوق الشخص قبل كل شيء ترعاه المفوذية الأوروبية بالتعاون مع منظمات مليتوانيا ومعهد نمسا الخبراء الأوروبيون سيساعدون في تحسين عمل المكاتب الأوكرانية في هذا الغرض لتطبيق معايير الاتحاد الأوروبي وتبلغ ميزانية المشروع الذي سيتواصل على مدار عامين مليون ونصف المليون يورو الهدف هو أدخال تقنيات جديدة ومنهجيات وممارسات ليس قوانين بل طريقة عمل في مختلف المؤسسات الأول هو تحديد أساليب الانتهاك والثاني هو كيفية وقف هذه الانتهاكات واستعادة الحقوق المنتهكة والعنصر الثالث هو إنشاء مراكز تدريبا لهذا الغرض المحكمة الليتوانية مهتمة جدا بالإسهام في بناء الدولة الأوكرانية الأوروبية المستقلة وحقوق الإنسان أمر أساس لقيام أي دولة يسودها القانون في أشان الثقافي وفي طرف عالية عام اليابان بأوكرانيا يجسد فنانون أوكرانيون لوحات تعبر عن دولة فيها الكثير من الغموض تجذب بسحرها جمال طبيعتها وثقافتها وبالأسرار المخبأة في داخلها تفاصيل أكثر في تقرير الزميلة ماريانا مكادا تقرأه الزميلة ياسمين الزهروي واحد فقط من بين ألف طيرا ورقي بحسب الأسطورة اليابانية القديمة يمكنه تحقيق أي رغبة هذا الطير الأسطوري ظهر في لوحة الفنان الأوكراني أندري بلودوف جمع هذا الفنان بين فن التشكيل بالورق ومزيج ألوان الأبيض والأخضر التعرف على اليابان من الداخل كان أمرا مثيرا ومهما جدا بالنسبة لي الساموراي أو جبلوفوجي أو غيرها من الصور النمطية عن اليابان لن تكون معروضة هنا وبدلا منها قدم الفنانون الأوكرانيون للجمهور رؤية خاصة وفريدة هذا ما يقوله المستشرق ومشرف المشروع أندري ناكورشيفسكي وهو صاحب فكرة جمع أعمال الفنانين الأوكرانيين والتي تعرض فيها الثقافة اليابانية الغنية بالأعمال الفنية البحث عن الأنماط الفنية التي تتخللها المشاعر والأحاسيس وأفكار الفنانين كان مهمة صعبة للغاية خلافا للدول الأخرى اليابان تكثر من الأفعال وليس الأقوال وتستثمر بما فيه الكفاية في الاقتصاد الأوكراني وهذه هي مساهمتنا المتواضعة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين بلدين هارادا ميتشو دبلوماسي ياباني دعم مبادرات الفنانين الأوكرانيين وعلى الرغم من اعترافه بأن المعرض يتخلله عرض تجريدي خالص ويتطلب تعليقا خاصا يقول أن المشروع مثير للاهتمام بالنسبة لأولئك الذين زاروا أرض الشمس المشرقة ولأولئك الذين يريدون زيارتها والآن السيد ميتشو يتعلم الأوكرانية معرض اليابان من الداخل في كييف مستمر حتى الخامس عشر من فبراير بعد ذلك سوف نراه في أودسا ودنيبر وفي سبتمبر في توكيو هذا البلد الغامض بالنسبة للفنانين الأوكرانيين يعد مثل ابتسامة الموناليزا بغموضها فهي تجتبك بسحرها وتخفي سرا في داخلها بمناسبة يوم الحجاب العالمي نظمت مسلمات العاصمة الأوكرانية فعالية للتعريف بالزي الإسلامي النسائي في أحد المجمعات التجارية وسط كييف بالتعاون مع عدة صفرات عربية وإسلامية استعرضت المنظمات مختلف الملابس وقدمنا تعريفا بمختلف العادات والتقاليد في عدة دول واللافت في هذا الحدث أن معظم المشاركات اللواتي ارتدينا واستعرضنا الزي الإسلامي كنا من غير المسلمات وقد عزفنا مع المسلمات لحنا النشيد الوطني الأوكراني في مشهد دل على جمال وفسيفساء التنوع التي تزين أوكرانيا وتزيد جمالها لقد اكتشفنا أن الناس مهتمون بهذا الأمر والمجتمع الأوكراني مهتم أيضا نحاول تعريفهم بالمسلمين على اختلاف مظاهرهم وملابسهم قررنا أن نظهر بأن الملابس التقليدية يمكن أن تكون جميلة وفي نفس الوقت تغطي الجسد وقمنا أيضا بإظهار الجانب العصري في هذه الألبسة نهاية حصاد اليوم قدمناه لكم من قناة UATV الأوكرانية بالعاصمة كييف شكرا على حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر